وعقب انتهاء مراسم الاستقبال في مطار هواري بومدين توجه رئيس الوزراء لزيارة مقام الشهيد بمدينة الجزائر ووضع اكليلة من الزهور تكريما لارواح شهداء الجزائر الابرار ورفق رئيس الوزراء في زيارة النصب التذكري وزير التعليم العالي عبدالبقي بن زيان واعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بزيارة النصب التذكري لشهداء حرب التحرير تزامنا مع قرب حلول الدكرة الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية موجها تحية اجلال لارواح كل الابناء الجزائريين البررة الذين جادوا بارواحهم طاهرة دفاعا عن وطنهم